السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابنا الأكارم وطالباتنا الكريمات في تلخيص الوحدة الرابعة من كتاب اللغة العربية الثالثة والتي تتعلق بالأفعال المعتلة وتصريفاتها حيث أننا بعد إتمامنا لهذه الوحدة سنحقق الهدفين التاليين وهما أولا تمييز الفعل المعتل من الفعل الصحيح ونتعرف على أنواع الفعل المعتل الكلمات المفتاحية الفعل المعتل الفعل المثال الفعل الأجوف الفعل الناقص الفعل اللفيف الفعل من حيث حروفه الأصلية ينقسم إلى قسمين صحيح ومعتل الفعل الصحيح هو ما خلت حروفه الأصلية من أحرف العلة وهي الألف والوا والياق نحو كتب قرأ مد فعندما ننظر إلى فعل كا تا با تتكون من ثلاثة أحرف الأول الكاف والثاني التا والثالث البا ليست فيها حرفا من حروف العلة الألف والوا واليا إذن كتب فعل صحيح قرأ كذلك تتكون من ثلاثة أحرف قاف راء همزة ليست فيها حرفا من حروف التي الألف والوا واليا إذن قرأ هو فعل صحيح وكذلك مد أما الفعل المعتل هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة نحو وجد قال رما وق فإذا ركزنا على كلمة وجد نرى أنها متكونة من ثلاثة أحرف الواو الجيم الدال لكن هذا الفعل معتل لماذا؟ لأن في أوله حرف واو والواو من حروف العلة أما قال أيضا تتألف من ثلاث حروف قاف وفي وسطها ألف ولام وهو فعل معتل لوجود الألف في الوسط كذلك رما هناك ألف مقصورة في نهايته وق الواو في بداية الفعل فكل هذه الأفعال لوجود حرف من حروف العلة فيه تسمى فعل معتل الفعل المعتل المثال الفعل الذي يبدأ بحرف الواو يسمى بالواوي والذي يبدأ بالياء يسمى باليائي والأفعال الواوية أكثر من اليائية مثل وعدة ورثة وهب وقف وهكذا الفعل الأجوف هو ما كان وسطه حرف علة الفعل الذي يكون وسطه واو يسمى بالأجوف الواوي والذي يكون وسطه ياء يسمى بالأجوف الياي يظهر أصل حرف العلة من مصدر الفعل أو من مضارعه مثل الواوي قال يقول قول ومثال اليائي باع يبيع بيع وأما إذا كان الفعل على باب فعل يفعل مثل خاف يخاف خوف أو نال ينال نيل فيظهر أصل حرف العلة من المصدر لا من المضارع ولكن يكتب حرف العلة الواو أو الياء ألفا في الماضي ملاحظة التفريق بين الفعل الأجوف والفعل المهموس العين مثل سألة مهموس في الوسط همزة وأما سالة فهو أجوف الألف في وسط الفعل الفعل الناقص هو ما كان آخره حرف علة مثل دعا عفا شكا نجا الفعل اللفيف هو ما كان في أصلي حرفان من حروف العلة اللفيف حسب منقع حرف العلة كسمان اللفيف المقرون واللفيف المفروق اللفيف المقرون هو ما اجتمع فيه حرفا علة متجاورين دون أن يفرق بينهما حرف آخر صحيح مثل نوا هنا نرى نوا فعل تتألف من ثلاثة حروف نون واو وفي النهاية ألف مقصورة وجاءت الواو والألف المقصورة متجاورتين كذلك روا طوا كوا أما اللفيف المفروق وهو ما كان فيه حرف علة غير متجاورين أي حرفان من حروف العلة غير متجاورين فرق بينهما حرف صحيح مثل وقى تتألف من ثلاثة حروف الواو والقاف والألف المقصورة في النهاية نرى أن الواو في البداية حرف علة والألف المقصورة في النهاية أيضا حرف علة وقد توسطهما القاف وهو الحرف الصحيح فأصبح لفيفا مفروقا لافتراقهما ولوجود حرف صحيح في وسطهما وكذلك وفا وعا وليا إلى هنا أتينا إلى نهاية درسنا أشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر